يترى ليه الدولار رجع يزيد تاني في البنوك بعد انتهاء أجازة العيد وإيه علاقة الزيادة الجديدة بالقرارات العجلة للبنك المركزي الخاصة بتعديل حدود السحبة من البنوك ومكينات الصراف الآلي وعلى الفترة اللي جاية ممكن سعر صرف الدولار أمام الجيني يتراجع ولا هيرجع يزيد من جديد النهاردة والأول مرة من 14 مارس اللي فات انخفض سعر الجنيه المصري بنسبة تقارب 2% مقابل الدولار خلال التعاملات الأخيرة في البنوك ووصل سعر الدولار لمستوى 48 جنيه 50 قرش في التعاملات الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة وده بالتزامن مع علان البنك المركزي عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النائدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه بدلا من 150 ألف جنيه أكد البنك المركزي في خطاب بعته للبنوك رفع الحد الأقصى للصحب اليومي من مكينات الصرافة الآلي لـ 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه وكان صفي الاحتياطات الأجنبية لمصر ارتفع لـ 40.361 مليار دولار في مارس من 35.311 مليار دولار في فبراير وده بعد توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الأمارات بقيمة 35 مليار دولار تطوير مدينة رأس الحكمة بجانب إتمام الاتفاق مع صندوق النقدة لزيادة القرد من 5 لـ 8 مليار دولار طب ايه تأثير قرارات البركزي الخاصة بحدود السحب؟ قرارات المركزي النهاردة معناها أن أزمة نقص العملة انتهت وأن إجراءات تقييد السيولة النقدية خلاص ما بقتش موجودة طبعا ده هينشط الأسواق يخلي فيه سهولة في السحب وتداول النقد وما فيش تعطيل لأي صفقات أو مصالح بالتم لأن في الأول بنوك ما كانتش بتمنح للعميل أكتر من 150 ألف جنيه في اليوم دلوقتي بقت ربع مليون جنيه ومن خلال مكينات الـ AT&M تقدر تسحب 30 ألف جنيه في اليوم الواحد طب وبالنسبة لسعر صرف الجنيه قدام العملات الأجنبية التانية إيه اللي هيحصل الأيام اللي جاية؟ سعر صرف الجنيه أمام الدولار وبقية العملات مرتبط بشكل أساسي بمدى توفر سيولة دولارية من عدمه وفقاً للمعلومات المتوفرة فالحد دلوقتي المفروضة تحصل انفراجة كبيرة في السيولة دولارية الشهر الجاي من أكتر من جهة سواء من باقي مستحقات صفقة رأس الحكمة أو صندوق النقد أو باقي مؤسسات التمويل الدولية التانية ولو ده حصل فبنسبة كبيرة سعر الدولار هيتراجع بشكل ملحوظ الفترة اللي جاية أنا أشركة أشرف وإلى لقاء بانكير نض البنوك